السلام عليكم أعزائي الطلبة موضوعنا لهذا اليوم هو فعل الأمر طلاب إن شاء الله هذا من المواضيع السهلة وكونوا مسيطرين عليه فعل الأمر هو فعل يدل على طلب إحداث الفعل ماذا؟ طلب إحداث الفعل يعني مثلا أطلب من عندك الكتابة أكتب هذا هو المقصود بفعل الأمر أو أدرس أو أحفظ الدرسة أي فعل إنه يدل على الطلب وهو فعل أمر يكون أريد تنتبهون على هذا هو طلب إحداث الفعل هذا أولا تتميزون باقي الأفعال يعني عن الفعل الماضي أو فعل المضارع وإحنا شرحناها في الدار السابق شون تتميزون بين ذن الأفعال ملاخبا بهذا الفعل أمر يكون مبني دائما تتبهوا على هذه العبارة لا يأتي معرب يعني مباشرة أننا عرفت أن هذا فعل أمر يعني فعل أمر مبني يبقى الإختلاف شنو؟ علامة البناء مبني مثلا على السكون أو على حدف حرف العلة أو على حدف النون فمتى يكون مبني على السكون ومتى يكون على حدف حرف العلة ومتى على حدف النون علامات بناء فعل الأمر ثلاث علامات السكون وحدف حرف العلة هو حدف النون يكون مبني على السكون في حالتين اللي هي إذا كان صحيح الآخر أو متصل بنون النسوة شنو معنى صحيح الآخر؟ أي الحرف الأخير من الفعل أي فعل فعل الأمر نحن عرفنا فعل يدل على طلب إحداث الفعل الحرف الأخير شنو بيه؟ خالي من أحرف العلة يعني أي حرف باللغة العربية هو حرف صحيح عدا ثلاثة أحرف اللي هي الألف والو والياء عدا هذن الأحرف شنو راح يصير؟ صحيح الآخر يعني مثلا عندنا الجملة الأولى اكتب دروسك اكتب هذا الفعل صحيح الآخر شنو عرفت صحيح الآخر؟ هذا الحرف الأخير اللي هو الباء صحيح الآخر لأنه لا ألف ولا واو ولا ياء إذن هو صحيح الآخر فعلى ماذا يبنى؟ يبنى على السكون لأنه صحيح الآخر فالإعراب راح يصير فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر والفاعل ضمير مستدر تقديره أنت ودروسك راح تكون دروسة مفعل بيه منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف والكاغ طمير متصل مبني بمحل جرب بالإضافة جملة أخرى مثلا عن صحيح الآخر احفظ واجباتك احفظ هذا الفعل بطلب يعني هذا يطلب من عندي حفظ الواجب إذن هذا فعل أمر أجي أشوف هذا الفعل الأمر هل هو معتل أو صحيح الآخر أو ماذا أشوف الحرف الأخير هو ضاء إذن هذا صحيح الآخر ما بي حرف إلا بما أنه صحيح الآخر أنا حافظ العلامة البناء إذا هو صحيح الآخر فراح يبنى على السكون هذا أحفظ فعل الأمر مبني على السكون واجباتك راح تكون الفاعل ضمير وسط التقدير أو أنت واجباتك راح تكون مفعول به منصوب عنه نصبه الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم وهو مضاق والكاف ضمير متصر المبني في محل الجر بالإضافة هاي الحالة الأولى التي يبنى فيها فعل الأمر على السكون وهي إذا كان الفعل صحيح الآخر الحالة الثانية يبنى على السكون أيضا إذا اتسرت به نون نسوة يعني يكون آخر الفعل نون نسوة مثلا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأقمنا الصلاة هنا أقمنا هذا فعل أمر مبني على السكون لماذا هنا اختلف السبب لاتصاله بنون النسوة قبل قليل كان السبب لأنه صحيح الآخر الآن لاتصاله بنون النسوة طلاب ممكن بعضكم يشتبه أو ينسى فإذا نسيت فمن خلال اللفظ ممكن يتميزها أنه هذا الفعل عندما يتصل بنون النسوة سيكون مبني على السكون انتبهوا لللفظ أقمنا الميم شبيهة اللي هي نهاية الفعل ساكنة إذن هذا الفعل أمر مبني على السكون هنا اللي راح يكون الفاعل هي نون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل والصلاة راح تكون مفعول به منصوبة نفس به الفتحة مثال آخر أيضا على النون النسوة أكتبنا الدرس أكتبنا تلاحظون من خلال اللفظ الألفظ بالفعل أكتبنا الباق ماذا فيها ساكنة إذن هذا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة هذه الحالة الأولى من حالات أو علامات بناء فعل الأمر وهو يبنى على السكون العلامة الثانية هي حدف حرف العلم شلون أحذف حرف العلم أحرف العلم ذكرت لكم بداية الدرس ثلاثة هي الألف والواو واليا هذه الألف طلاب ممكن أن تأتي سواء ممدودة أو مقصورة هذه الألف ألف ممدودة أو مقصورة راح نتعامل وياها نفس المعاملة على أنه هي هو حرف عل هاي الأمثلة تخص المثال الأول يخص حرف الألف إسعى إلى طلب العلم هذا الفعل بالبداية أشوفه هل هو فعل أحد ديانوع من أنواع الفعل فعل أمر بطلب إسعى حركة تناسبه أو تقابله الحرف الألف من حسن نقلي مكان الفتحة هاي الفتحة واضحة إسعى فهنا العراب فعل أمر مبني على حذف حرف الألف وإلى حرف جر وطلب العلم طلبي اسم مجرور وهو مضاف والعلم مضاف إليه الواو يعني إذا كان الفعل للأمر معتل الآخر بالواو هذا اللي أقصده بترتيب ادعو إلى الخير أصل هذا الفعل نهايته واو ولكن حدف وعوض عنه بضمة فهنا ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلم الواو وفا طلاب هاي الضمة داخل الدائرة نانا هاي عوض عن حرف الواو المحذوف أو مثال آخر اسمه بعلمك أيضا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الواو وهذه الضمة هي عوض عنه فبالعراب راح تذكر فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الواو والفاعل ضمير وستفديره أنت هنا إلى الخير جار ومجرور وهنا أيضا جار ومجرور الياء يعني إذا كان فعل الأمر منتهي بحرف العلة الياء أيضا يبنى على حذف حرف الياء أو اللي هو حرف علة صلي الصلاة لوقتها صلي هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء وهذه الكسر لأسفل الشدة هي عوض عن الياء المحذوفة لأن نحن ذكرنا أنه الألف من نحذفها نخلي مكانها فتحة الواو من نحذفها نخلي الضمة و الياء من تحذف نخلي كسرة راح تصير واضحة بالمثال الثاني ارمي الكرة هنا ارمي الكرة حذفت الياء وعوض عنها بكسرة هنا واضحة ارمي هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من اللي هو الياء شون عرفت الياء لأنه الكسرة هي عوض عنه والفاعل ضمير مستتقديره وانت ارمي انت والكرة راح يكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة هاي العلامة الثانية اللي هي حذف حرف العلة العلامة الثالثة والأخيرة اللي من علامات بناء فعل الأمر اللي هي حذف النون متى يكون فعل الأمر مبني على حذف النون في ثلاث حالات اللي هي اتصل بألف الاثنين أو والجماعة أو يا المخاطبة إذا اتصل بألف الاثنين مثلا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فآتيا فرعان فقول أنه رسول رب العالمين فقول هنا فعل قول فعل أمر شوان عرفته دلالته على الطلب نرجع للمدعي فعل فعل أمر مبني على حذف النون لماذا لاتصاله بألف الاثنين انتبهوا طلاب السبب عندنا اختلف الآن يبنى على حذف النون والسبب مختلف لأنه اتصل به ألف الاثنين هذا ليخص الأول واو الجماعة إذا اتصلت واو الجماعة بفعل الأمر راح يحذف أيضا يعني تحذف النون فراح يصير فعل أمر مبني على حذف النون اعلموا مثلا اعلموا عباد الله اعلموا خطاب أمر هذه هي واو الجماعة فهذا الفعل بالإعراب شو راح يصير فعل أمر مبني على حذف النون هذه علامة لاتصاله بواو الجماعة والواو هنا راح يصير ضمير مبني في محل رفع فاعل ياء المخاطبة ماذا أقصد بهذا العبارة ياء المخاطبة أي أنه نهاية فعل الأمر ياء المخاطبة المخاطبة معناها المفردة المؤنثة يعني فعل الأمر موجه إلى المفردة المؤنثة مثلا طالبة ممرضة إلى آخره عدنا الآية القرآنية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فانتبهوا طلاب هنا ثلاثة أفعال أمر هذه الآية أقنتي واسجدي واركعي هذه الأفعال الثلاثة جميعها متصلة بياء المخاطبة فبالإعراب ما رح يصير عندنا فعل أمر مبني على حذف النون لماذا؟ لاتصاله بياء المخاطبة طلاب الدرس أتوقع سهل جدا ثلاثة علامات لبناء الخلاصة بناء فعل الأمر يبنى فعل الأمر إما على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون على السكون بحالتين إذا كان صحيح الآخر وشرحنا شنو صحيح الآخر يعني جميع حروف اللغة العربية عدى الألف والواو واليا وإذا كان متصل بنون النسوة يعني يبنى على السكون يبنى على حذف حرف العلة إذا كانت نهايته أو آخره أو في آخره أحد أحرف العلة الثلاثة اللي هي الألف والواو واليا ذكرنا الألف سواء كانت ممدودة أو مخصورة هذه أمثلة أيضا واضحة يبنى على حذف النون إذا اتصرت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وقد عدنا ملاحظة أو فائدة أخيرة عدنا نون النسوة في البناء الأول هذه نون النسوة وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هذه الجميعها ضمائر تعرب في محل رفع فاعل نون النسوة الحالة الأولى تعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة هذه الضمائر الأربعة تعرب جميعها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل وإلى هنا ينتهي درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة